موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدينا كرام و اهلا و السلام بكم و هذه حلقة خاصة من برنامج لقاء خاص اليوم باستضافة قناة القيام الفضائية مع الوزير العام الوشوان الاجتماعي الأستاذ أحمد الأسعبي رحبك أجمل ترحيل بأستاذ أحمد أهلا وسهلا و مرحبا بك مع الوزير شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لإقامة هذه الحلقة الخاصة من هذا البرنامج اليوم سأتحدث بشدة المواضيع منها إن كانت سياسية و إن كانت خاصة في عمل وزارتكم أول ما تسلمت هذه الوزارة كيف شاهدتم العمل فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك و المشاهدين العزاء و حياكم الله حينما تسلمت وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية وجدتها وزارة كثيرة الملفات متشعبة في كل مساحة الوطن الجغرافية و مساحة الوطن الاجتماعية لم تكن لدي معلومات تفصيلية كما لدى الكثيرين بالتأكيد كما هو حال الكثيرين و وزارة العمل في الحسابات السياسية في العملية السياسية كانت تحسب بوزارة جيم و لذلك ليس عليها منافسة شديدة حين توزيع الوزارات و لكنني وجدتها وزارة استحق أن تكون وزارة أريف و لم تكن وزارة سيادية فهي تعالج ملفات تتعلق بما لا يقل عن نصف المجتمع العراقي في الحقيقة هي وزارتين في وزارة واحدة إذا استعرضنا دول الجوار و معظم الدول العربية نجد أن هناك وزارة باسم وزارة العمل أو وزارة القوى العاملة و هناك وزارة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أو الحمال الاجتماعي بينما في العراق الوزارتين دمجتها في وزارة واحدة لذلك لدينا ثلاث بكلاء وكيل للعمل و وكيل لشؤون الحمال الاجتماعية و وكيل قانوني وإداري و لدينا في الوزارة هيئتين هيئة الحماية الاجتماعية التي تعناها بشؤون الرعاية الاجتماعية وهيئة دولة عاقة والاحتياجات الخاصة والتي تعناها بشؤون دولة عاقة والاحتياجات الخاصة فهي وزارة فيها ملفات متشعبة وهي وزارة تعناها بشؤون الفقراء وهي الطبقة المحرومة والطبقة المهمشة في المجتمع وبالتالي المسؤوليات فيها كبيرة كذلك التحدي فيها كبير وفي نفس الوقت الفرصة فيها كبيرة لأنها تحاكي من خلالها الناس حاجاتهم الفعلية حاجاتهم الحقيقية يعني أقدر أقول هي الوزارة الأولى من حيث الوزارات الخدمية فهي تخدم المجتمع ولأسره والفرد وتخدمهم بشكل يومي وبشكل مستمر ومتواصل وعلى مساحات واسعة لكن البعض يشكك هذا الموضوع بصراحة مع الوزير أقول لك كذا الوزير كون هو من كتلة سياسية وعضو في طال التنسيقي وله الحق أن يدعم أو يذهب باتجاه رفع من مستوى عدد الحاضرين بهذه الكتلة السياسية فذهب باتجاه رعا الاجتماعي يعرض أنه كثير من العوائل متضاقية كما تفضلت نصف المجتمع هو يحتاج إلى الإعانة أو الرعاية وهذا ما أثار فيه مواقع تواصل الاجتماعي حتى الرئيس مجلس النوارد الحلبوسي اتهم وزير الداخلي بأنه بالفيس وينشر خلال الفيس وهذا عملا وكذلك حتى وزير الدفاع الآن هذا يعتبر اتهام لمعالي وزير العمل بأنه اتخذ هذا الوزارة هي منفعة أو الوصول باتجاه حزبه طبعا فيما يتعلق بالتسنم من الوزارة الحقيقة قبل أن يكلف الأخ السوداني رسبيا برأس الوزراء حينما تم اختياره من الإطار التنسيقي وكان معروف أنني سأتسلم أحد الوزارات ولن تكون وزارة العمل واحدة من الوزارات الرئيسية اللي نخليه في بعض الحقيقة كان الأخ السوداني كلما نتحدث معه عن وزارة النقي الوزارة الداخلية وأي وزارة أخرى كان يقول الأفضل لك أن تذهب إلى وزارة العمل لأنها تنسجب مع شخصيتك هي بحاجة إلى شخصية تتفهم حاجات الناس وفي نفس الوقت هي وزارة باعتباره أربع سنوات وزير فيها قال بأنك ستجد نفسك في هذه الوزارة هذا أولا ثانيا فيما يتعلق بالإعلان وعدم إخفاء النجاحات أو التحركات التي يقوم بها الوزير أولا إذا نعم الله على عبد النعمة أحب أن يرى أثر النعمة عليه وحينما يوفق الإنسان في عمله هي نعمة من الله سبحانه وتعالى وبالتالي كون يشوف ترى هذه النعمة بأن يعكسها إلى الآخرين هذا من جهة أخرى واحدة من أسباب فشل الحكومات السابقة أو ضعف أدائها هي أنها لم تكن تعكس ما تقوم به من نجاحات وما تحققه من أهداف رسمت في منهجها الوزارة أو برنامجها الحكومية لا تقوم على عكس هذه الأشياء للناس وبالتالي نحن في حكومة في العراق نختلف نحن لسنا في حكومة في دولة مستقرة كما هي الدول المجاورة لنا وبالتالي الحكومة تتحرك على راحتها ومجلس النواب يتحرك على راحتها لا نحن في حكومة الاستهداف منذ تشكيل أول حكومة بعد سقوط النظام السابق وحدوث التغيير إلا اليوم عادة ما تستهدف الحكومات داخليا وخارجيا وهذا الاستهداف مرة يكون استهداف مقصود وأحيانا كثيرا يكون استهداف المستهدف هو غير قاصد الإيذاء ولكنه يستغل من أطراف تخطط لإيذاء الدولة والشعب والعراق حاضرا ومستقبلا فيستخدم كمنصة للأسف الشديد وعليه إظهار النجاحات إعلان ما يتم تحقيقه التحدث والحركة باتجاه رسم الفرحة والأمل لدى الناس بالتأكيد هذا واحد من أهم علامات قوة الحكومة ونجاحها وأيضا مشروحها السياسي وبرنامجها الحكومة الواضح الحكومة للمرة الأولى منهاج الوزاري لرئيس الوزراء يتحول إلى برنامج حكومي ثم هذا البرنامج الحكومي يشكل له لجان في جميع الوزارات تحت عنوان لجنة البرنامج الحكومي ويترجم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي إلى خطوات عملية في الوزارات أنا أتحدث عن وزارتي في كل خطواتنا هي ترجمة للبرنامج الحكومي وبالتالي حتى نثبت للناس أننا صادقون فيما تحدثنا فيه معكم وأننا لازمنا ملتزمون ببتعهداتنا التي أدينا عليها القسمة الدستوري لازم نقولهم شونا سوينا هذا من جهة أخرى حكومتنا هي حكومة التحدي والفرصة في نفس الوقت وعليه بحاجة إلى أن نقدم للناس الأمل أنا تحدثت في حديث أول حديث مع كادر الوزارة تحدثت أننا سنعمل بطريقة الحشدية وفسرت معنا الطريقة الحشدية أن الحشد عمل بالممكن ليصل إلى المطلوب اليوم نحن مطلوب منعدنا أن نعمل بالممكن حتى نصل إلى المطلوب ومطلوب هو تحقيق المنهجين الأساسيين في المنهج الوزارة والبرنامج الحكومي هو الخدمات أولا ومحاربة الفساد ونحن نعمل على هذين الملفين وحتى تثبت للناس أنك حققت إنتاج حققت نجاحات وبدأت بتطبيق برنامج الحكومي وأنك كحكومة جاد في تنفيذ هذا البرنامج وأنك لديك خطاط وهذه الخطط مرحلية وهناك أهداف أهداف قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد وبعيدة الأمد يجب أن تتحدث مع الناس الناس أعداء ما جهلوا وهم يقفون مع ما يعرفون وبالتالي واجبنا أن نعلن عن ما نقوم به ونسبقه إلى الجمهور ونستلم قياساً على ما حققناه نستلم ردود فعل الجمهور ونبني عليها خطواتنا القادمة حسنت توضيح مهم وكان مطلوب من عدنا كأعلام أن نظر هذا التوضيع مع الوزير يعني صار لك ست شهر تقريباً شهر سابق شهر سابق ما حققت أنت كوزير من ضمن برنامج الحكومي؟ طبعاً بالبرنامج الحكومي فيما يتعلق بناحية الخدمات جينا نحن عندنا هيئة هي الرئيسيتين هي هيئة الحماية الاجتماعية اللي هي الرعاية وهيئة ثولة عاقة والاحتياجات الخاصة هذا في مجال الحماية الاجتماعية بإحنا بإحنا وزارة عمل وشؤون الاجتماعية في مجال العمل لدينا دائرة الضمان الاجتماعي ضمان وحقوق العمال التقاعد وضمان العمال ودائرة العمل والتدريب المهني اللي تعنا بالعمال الأجانب وتشغيل العاطلية عن العمل فيجينا في كل جهة من هذه الجهات وفي كل ملف من هذه الملفات وضعنا برنامجاً حكومياً متكاملاً وخطة عمل متكاملة وبدأنا نعمل عليه فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية لدينا مليون وثنمائة ألف أسرة وفرد مشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية قبل لا تسلم الاجتماعية من استلمت الوزارة كان عندي مليون وخمسمائة ألف في الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ تسلمين للوزارة استثمرنا الموازنة موازنة الأمن الغذائي حيث خصصة الحماية الاجتماعية أربعمية واثنين وخمسين مليار دينار فبدأنا بتنفيذ الوجبة الثامنة للشمول وشملنا خلال شهر 11 و 12 شملنا 311 ألف من الأسرة الجديدة براتب الحماية الاجتماعية فأصوح العدد الكلي مليون تقريبا مليون وثمانمائة ألف مستفيد اللي عدد نفوسهم يصير خمس ملايين ومئة ألف نسمة تقريبا جينا فتحنا سوينا مظلة منصة مظلة اللي هي تحت عنوان مظلة الحماية الاجتماعية أطلقناها مع بداية شهر 11 أنا استلمت الوزارة في نهاية شهر العاشر والتقديم الألكتروني من خلال النافذة الإلكترونية التي فتحت واستمر التقديم حتى وصل المجموعة المتقدمين مليونين وستمائة ألف متقدم ما بين أغلبهم أسر طبعا بدأنا في بداية شهر 12 مقاطعة للبيانات استبعدنا 934 ألف تقريبا اللي هم وعيدهم رواتب متقاعدين وعيدهم مصالح يعاملين في القطاع الخاص وما إلى ذلك بقي لدينا مليون وسبعمائة ألف وضعناها في الخطة في حماية الاجتماعية أولا نبدأ بحملة بحث اجتماعي كبرى لبحث المليون وسبعمائة ألف لأول مرة في العراق البحث يكون من خلال المنصة الإلكترونية سابقا كان الذي يستحق الإعانة سواء العاجز أو الذي ليس لديه دخل شهري أو الطبقات المهمشة التي لديهم تحت خط الفقر لازم عن طريق أحد النواب أو بعض الأناوين الاجتماعية لصعوبة الوصول إليها يلا يوصل إلى الوزير الوزير الموافقة بعدين تروح إلى المحافظة خلقا تصل إليكم أفشي كانت إحنا جينا لا فتحنا المنصة الإلكترونية النافذة الإلكترونية تقدمت مئات الآلاف من الناس جينا صفينا كل المتقدمين وصلنا إلى مليون وسبعمائة ألف وعلننا أننا سنصل إليكم ماكو داعي أنتم تجون تطرقون أبوابنا نحن سنطرق أبوابكم وتعهدنا بأننا سنبحث كل هؤلاء المليون وسبعمائة ألف اللي نميز بين المشمول المستحق وغير المستحق وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التخطيط طبعا اللي هي خط الفقر وفعلا يوم 15.01 عام 2023 من هذا العام أطلقنا أكبر حملة بحث اجتماعي في العراق وفي المنطقة وبدأنا في 20 قضاء اللي هي الأقضية الأشد فقرا وكانت أربعة أقضية في بغداد قضاء بالسماوة قضاء بالدوانية قضاء بالموصل وهكذا ثم بدأنا بعد أن نهينا العشرين قضاء الأولى مسح تام وبحث شامل انتقلنا إلى 53 قضاء أخرى اليوم كنا متواجدين في قضاء المعامل قضاء الزوراء ومن المعامل أعلننا اليوم عن إكمال بحث مليون أسرة من الأسرة المتقدمة إكمال أكمال مليون المليون خلصا وبدأنا اليوم من مرحلة الثانية من المعامل للسبعمائة ألف المتبقية وعلى تعهداتنا وضمن خطتنا ومشروعنا أنه إحنا منا إلى يعني حد أقصى ثلاثة أشهر أخرى نكون أكملنا كل المليون وسبعمائة ألف شاحتاج إلى باحثين كثار طبعا إحنا عدنا مشكلة بعدد الباحثين إحنا كل باحثين ألفين ألف باحث اللي هم ملاك دائم وألف باحث عقود في تعينات الأربعة وسبعين ألف من حملة الشهادات العليا جاءنا حوالي 800 باحث الآن بدأنا نزود الأقسام في أقسام المحافظات والأقضية بباحثين جدد طبعا يحتاج لهم تمرين وما إلى ذلك إحنا بحملة الباحث الاجتماعي الكبرى ما الذي فعلنا حينما نخرج إلى القضاء أو إلى الناحية أو إلى الحي السكن المعين نأخذ ما لا يقل عن 200 باحث بينا وأنا أطلع ومعي رئيس الهيئة ومعي المدراء العامين ونبدأ بحملة كبرى بحيث نصف القضاء أو الحي أو الناحية ننهي كل الحالات التي متقدمة للشمول وحتى الغير المتقدمين على النافذة الإلكترونية يجونا أثناء البحث نبحثهم بشكل مباشر يصبح الشمول خاص الشمول خاص مباشر بحيث الوزير مع الفرق أي بحيث نحن قفلنا قضية بتمامها والآن مثلا مدينة السماو محافظة المثنى هي المدينة الأشد فقرا على مستوى العراق نحن تقريبا أنجزنا أكثر من 95% منها وإن شاء الله خلال الأسابيع القيادة القادمة لن تبقى عائلة في السماوة فهذا واحدة من الأهداف التي حققناها في البرنامج الحكومي في ذوي الإعاقة كذلك هذه الذوي الإعاقة لدينا 222 ألف معاق ومن ذوي الإحتجات الخاصة نصرف لهم رواتب المعيد المتفرد في النافذة الإلكترونية أيضا فتحنا نافذة لذوي الإعاقة تقدموا عندنا 42 ألف تقريبا أغلقناه يوم واحدة 12 حقيقة وبدأنا بتقاطع البيانات كذلك وبدأنا بالفحص لأن ذوي الإعاقة والإحتجات الخاصة اللجانة الفحصة من وزارة الصحة ليست من وزارة العمل اللجنة من وزارة الصحة وبدأنا بإجراءات الفحص وتهيئة النماذج الجاهزة مع إقرار الموازنة نبدأ بالشمول ثم قدمنا الموازنة تقدمنا لوزارة المالية بموازنة فيما يتعلق بهيئة الحمال الاجتماعية وهيئة دول الإعاقة طبعا طلبنا ترليونية 915 مليار حتى نشمل 600 ألف أسرة في الحمال الاجتماعية و150 ألف من دول الإعاقة ونرفع مستوى الإعانة 25% يعني هاي زيادة طبعا إيه لم نحصل على هذه الزيادة بسبب ضغط النفقات 240 ترليون كانت الموازنة خفضت الأمية و99 هاي حكوميا يعني تنفيذي لو تشريه تنفيذيا ضغطت حكوميا الآن إحنا جلسنا مع اللجنة المالية وقدمنا كتب رسمية إحنا بحاجة إلى 576 مليار إضافية إن شاء الله اللجنة المالية يستطيعون أن يوفروا لنا هذا المملغ من الأقلات حتى نشمل 600 ألف ونشمل 150 ألف في دول الإعاقة ونرفع نسبة الإعانة الاجتماعية يعني نرفع السقف الإعانة مو 25% يكيد بالنسبة أقل لكننا عازمين إن شاء الله على رفعها أحسنتم جناب مع الوزير نتحدث عن ملف مهم ملف العمالة الأجنبية لكن بعدما نثبب فاصل أموة من الأولى وشاهدين كرام فاصل ونتواصل ترجمة نانسي قنقر هذه عودة مرة أخرى مشاهديني كرام بعد الفاصل وهذا اللقاء الخاص مع معالي وزير العمل وشوء الاجتماعية الأستاذ أحمد الأسدي سيد أحمد تحدثنا قبل فاصل حول ملف جدا مهم دائما هو يثير حفيظة الآخرين خاصة الطبقة الفقيرة في البصرة وهذه الآبار النفوط والأمراض السراطانية وأبناء المحافظة غير معين أو لا يعملون مع الشركات النطية هذه العمالة الأجنبية بدأت ترتفع أسعار الأجور العاملين بالآلاف الدولارات وأما أبن الجنوب هو ممكن يأخذ أوراعة اجتماعية كيف عالج بعالي وزير هذا الملأة؟ طبعا حينما استلمنا الوزارة واحدة من الملفات المهمة والأساسية التي بدأنا بدراستها ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها وملف الأعمال الأجنبية هناك الكثير من الأعمال الأجنبية متواجدة في العراق سواء في الشركات الكبرى شركات النطية شركات الكهرباء أو شركات الاستثمارية كذلك لدينا مئات الألاف من الأعمال الأجنبية العربية والأجنبية الحقيقة الذين يعملون في البطاعم في الفنادق في المولات في كثير من المصالح الصغيرة والمتوسط مع إحصائية سريعة كل الأعمال الأجنب المسجلين في دائرة في دائرة العمل والضمان الاجتماعي في الدائرتين هو 97 ألف كان حدود الـ 160 ألف نخفضه إلى 97 ألف بينما الإحصائيات التي لدينا تقول مجموعة العمال الأجنبية الذين يتواجدون في العراق من 800 ألف إلى مليون يعني قرابة 90% غير مسجلين سبب عدم التسجيل إلى عدة أسباب واحدة من الأسباب أحيانا تواطئ من بعض الأطراف الرسمية والتغطية على عدد العاملين تروح لجنة التبتيش مثلا تلقى ألف عامل بالشركة تكتم مئة عامل باتفاق وتواطئ بين أصحاب العمل وبين بعض اللجان أو أحيانا الشركة تغطى أمام هيئة الاستثمار تدعم الشركة باعتبار دعم الاستثمار يستغل هذا الدعم فالشركة تخفي كثير من المعلومات تعتبر واحدة من التسهيلات وتعتبر واحدة من التسهيلات أو وزارة النفوط أو وزارة الكهرباء وما إلا ذلك إحنا بدأنا بالتضييق على الشركات الأجنبية وخصوصا الكبرى منها وعلى سبيل المثال الشركة الكورية في مصفى كربلاء شركة هونداي وجهنا كتب إلى البنك المركزي والأمصرف الرافدين والرشيد والتي بي آي وأوقفنا كل معاملاتها المالية قبل حوالي ثلاثة أشهر وحتى أن ذلك كاد أن يؤخر استتاح المصفى وتعرضنا لضغوط شبيب لأن الحق باعتبارنا مدافع عن حقوق أمالنا عن حقوق الأمال العراقيين لأن هذه الشركة من عام 2019 إلى عام 2023 لم تسجل ولا عاملا واحدا في الضمان الاجتماعي وفي المقابل لم تشغل مقابل لعامل عراقي وعدة سنوات توقفت البجانة التفتيشية أو منعت من الدخول إلى هذا المصفى طبعا تعرضنا إلى يعني ضغوط حتى من أطرافنا العراقية باعتبار المصفى طبعا هو مصفى عظيم ويعتبر في التتاحة إنجاز كبير للحكومة العراقية الحالية والحكومات التي سبقتها العاملة في هذا المصفى لكن لأننا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن حقوق الناس استمرنا في تأدية واجبنا وفعلا حصلت أكثر من جولة مفاوضات بيننا وبين الشركة الكورية على أساس ذلك قدمت الشركة الكورية الكثير من التسهيلات منها بناء مركز تدريب مهني من 22 قسم سيبنى مركز كوري سيبنى في محافظة كربلاء والأخ محافظة كربلاء مشكورا تبرع بالأرض لبناء هذا المركز وكذلك دفع المستحقات المتأخرة لمدى ثلاث سنوات تدفع إلى صندوق ضمان وتقاعد العمان هذه واحدة من الأمثلة ومثلا التقيت أنا بالسفير الكوري تحدثت معه بشكل مباشر أن هناك ثلاث شركات كورية كبيرة أو ثلاث مشاريع تديرها الشركات الكورية مصفا كربلاء ومشروع بسماء السكني ومشروع ميناء الفاو في البصرة وهذه الشركات تخالف القوانين العراقية فيما يتعلق بتسجيل العمالة وتشغيل العمال العراقيين وتحدثت مع السفير بالشكل واضح أن الشركات الكورية اللي لم تلتزم فإننا سنطبق عليها القوانين العراقية النافذة هذه ضغوطات كبيرة جاءت ب بعض أكلها ولازمنا مستمرين فيما يتعلق أيضا بالعمالة الغير شرعية الموجودة بالتنسيق بينه وبين وزارة الداخلية قدمنا طلبا مشتركا إلى مجلس الوزراء بإصدار عفو بعنوان تصحيح وضع العمالة العربية والأجنبية ما الغاية من هذا الفعل حتى يتقدم أصحاب العمل بتسجيل عمالهم العرب والأجامل لدى دائرة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى نعطيهم تصريح وبناء على هذا التصريح يأخذون تصريح أقامة من وزارة الداخلية وبخلافه أعطينا مهلة 45 يوم ستنتهي يوم 19 من هذا الشهر ممتاز ومع نهاية هذه المهلة سنسير حملات تفتيش مشتركة بين العمل والداخلية وأي عامل أي رب عمل يخفي عاملا ولم يقدم تسجيل رسمي له سيتعرض إلى غرامات كبيرة وإبعاد للعامل ومنع دخول إلى العلاق لمدة لا تقل على خمس سنوات بينما من يتقدم للتسجيل العامل كان التسجيل من اليوم ونص خفضنا إلى 350 ألف تسجيلات وبالمقابل حينما يسجد العامل وهو يعمل في شركة طبعا مقابل يكون يشغل عامل عراقي وبالتالي هو يأخذ تقاعد إذا سجل طبعا إحنا حرصنا على التسجيل على التسجيل الأجنبي من أجل أن يكون مقابل وفقا لقانون العامل رقم 37 العامل 2015 يكون مقابل عامل عراقي وبالتالي هم مئات الألاف من العمال العراقية بالنسبة 50%؟ 50% مع عدل المشاريع الاستثمارية في التعديل الذي صوتنا عليه لتصحيح وضع العمالة صارق 70% يعني أمام كل عامل أجنبي في المشاريع الاستثمارية لازم 2 عمال عراقي جيد يعني هناك يعني أقعدكم زيارات ميدانية طبعا إحنا مثلا عندنا الشركة نفطية في النهروان في بغداد طيرة السنوات الماضية هذه الشركة ما زارها ولا مفتش ولا لجنة راحة لها الحمد لله احنا شكلنا اللجان بموافقة وزارة الداخلية لأنه أول ما راحة اللجان منعت من الدخول لأنه ما عدهم وما عمدين ما حد يجيهم ومنعوا من حماية المنشآت طبعا الشرطة العراقيين يعني خبرت وزير الداخلية وشكلنا اللجان تفتشي نعم ودخلنا إلى داخل الشركة والآن دائرة العمل تدري بمهني تعكف على تسجيل العمال العراقيين وأنا سويت كتاب قبل حوالي سبوعين إلى الشركة بأكثر من 130-140 عامل لتشغيلهم وسنستمر ب متابعة كل الشركات اللجانبية كبيرة سفرت عمالة أجنبية بسبب التجاوز طبعا التسجيل مو شغلنا على وزارة الداخلية احنا اللي نطينا عفو نطينا فترة لتصحيح فهذا يحصل متغيرات طبعا بعد أن ينتهي وهذا السماح احنا مثلا عندنا في بغداد وبعض المحافظات عندنا 300 ألف تقريبا 300 ألف عامل سوري يعملون في المطاعم والفنادر حضرتك متجول في مطاعم بغداد أغلب عمالها عمال سوريين وهي عمالة جيدة طبعا وتقدم خدمات جيدة ولكنهم عمال يعملون بصورة غير شرعية غير قانونية فبعد انتهاء الـ 45 يوم العمل اللي حددناها سامان مدتها ونباشر مباشرة بالتفتيش يكون نتيجة تسفيرة وابعدها من العراق وعدم السماح له بالعافظة للمدة 5 سنوات على أقل تقديم متص مع الوزير العاطلين عن العمل ما نتحدث عن العجزة وكبار السين المطلقات الأرامل ما نتحدث عنها من الفئة لكن نتحدث عن فئة العاطلين عن العمل والكثير منهم المشمولين الآن شباب بإمكانهم وقدم طاقة شبابية وانتم تبحثون في المنهاج الحكومي على استثمار الطاقات الشبابية نعم أنتم ليش ما تفتحون مشارية حقيقية وتستثمر من هاي الطاقات بدل ما أطي هذا الرادس بالرعاية أطي للعامل والمطلقات واستثمر طبعا هم تدري بعض شبابنا يعملون في القطاع الخاصة لكن غير مسجلين لذلك ما تقدر تتميز بين العامل من غير العامل تمام المشكلة إنه إحنا عدنا بالإحصائيات 6 ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص في العراق لكن المسجلين في الضمان حدهم الأقصاص 600 ألف يعني 10 و 190 ألف غير مسجلين لأنهم غير واعين لحقوقهم تسجيلهم في الضمان هو شسمه اسمه ضمان العمال يعني هو ضمان للعامل يضمن له في حال تعرض للإصابة أثناء العمل تعرض المرض أثناء العمل أو في حال وفاة يضمن له راتب تقاعدي لعائلته من بعده وفي حال إكماله 15-20 سنة يضمن له راتب تقاعدي في حياته وراتب تقاعد إذا خلي فيه من بعده إذا طرد من صاحب العمل أيضا تضمن؟ يمنع لا يحق لصاحب العمل إذا كان العامل مسجلا بالضمان أن يستغني عن خدماته أو طرده إلا بموافقة الوزير شخصيا هذا القانون العراقي قانون العراقي قم 37 و 30 لعامه 2015 وأنا عندي عشرات الحالات ومئات الحالات تصير تأتيوني شركات تقدم مثلا شركة سالي بورو اللي في قاعدة بلد قبل عدة أشهر حدثت طبعا حينما قدموا الطلب مع ذهاب المفتشين بالمرحلة الأولى وافقت لكن حتى مع موافقة الوزير إذا تظلم العامل للوزير حق إعادة النظر في قراره وفعلا تظلموا العمال وعدنا النظر في القرار وفرضنا على قاعدة على شركة سالي بورو إعادة العمال مرة ثانية إلى العمل مبتاز أنا بساحة ولم لا أعرف عن هذا حقوق كثيرة خصويا الآن مع حزمة الامتيازات التي صدرت قبل يومين من رئيس الوزراء وأيضا توصيات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتقاعد وضمان العمال سابقا كان العامل يدفع 5% في قطاع المنظم ورب العامل يدفع 12% الآن عدناها ورسلنا القانون إلى مجلس النواب ويوم الثانية صوتنا ويوم ثلاثة صوتنا على التوصيات وأضفناها إلى القانون وسيصوت عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة الدولة تساهم بـ 8% مع القطاع المنظم والعامل لنفسه يعني سائق التاكسي أو بالتشمبر أو بالبسطية أو بالمحل يدفع 5% والدولة تدفع إلى 15% وبالتالي خضرات التقاعدة حالة حال المنظف وحالة حال العامل الذي يشتغل بالشركات والخدمات الأخرى قطاع أراضي للعمال أو المتقاعدين المسجلين في الضمان تخفيض 25% على الناقض الوطني مفضلين في إرسالهم إلى الخارج للجان الألاج على وزارة الصحة وكثير من القضايا التي في حقيقة هي امتيازات للعامل المضمون والمسجل في الضمان مفتاز إذن أكو فكرة من قناة الأيام أن تتمنى طلبات الشباب أن نعمل على منصة معينة من خلال برنامج معين في قناة الأيام مع الوزير تهتم بشؤون الشباب تطرح الأفكار الشاب يطرح فكرة يريد نسوي مشروع معين جيد ونتواصل مع معالك تمام حتى ننضجها ونحن نكون وسيلة ما بين الشباب وما بين معالكهم حتى ننضجها الأفكار وندعم الشباب إعلاما ممتاز إحنا عندنا مشروع اسمه القروض الميسرة المدرة للدخل وهذه الدائرة لها صندوق اسمه صندوق القروض المدرة للدخل والصندوق أسسه في عام 2012 ووضعت له موازنة 262 مليار طبعا الموازنة لم يخصص له أي مبلغ من 2012 إلى اليوم 11 سنة فقط الـ 262 مليار هذا المشروع منح بعض القروض بعنوان قروض المدرة للدخل اللي هي حاضنات الأعمال طبعا عددها 163 قرض هذه قروض ناجحة 99% من القروض الأخرى اللي هي 8 مليون أو 10 مليون كانت قروض غير منتجة لأنها لم تتحول إلى مشاريع وإنما يأخذها سلفة يشتريها بها ساتوتة يشتريها تفقية يزوجها بها مرة يعني يسقف بها بيتها يحط لباب وهكذا احنا مشروعنا الآن والليوم صوت عليه مجلس النواب قدمناه إلى مجلس الوزراء صوت عليه عددنا قانون القروض الميسرة أولا طالبنا برئيس مال ترليون ومئتين مليار للصندوق على مدة ثلاث سنوات في كل سنة 400 مليار وفعلا تم التصويت على 400 مليار في هذه المواد وعدنا نصيغة الإقراط سويناها ثلاث مستويات محمد طالبنا بأن يكون المستوى الأول يبدأ من 20 مليون إذا كان المقترض فرد ثم 50 مليون إذا كانوا خمسة فما فوق ومائة مليون إذا كانوا عشرة فما فوق اليوم صوت عليه مجلس النواب ويبدو أن مجلس البنك المركزي رفض المئة مليون لأنه تحت عنوان أنه مئة مليون معناتها ليس مشروع صغير فصوتوا اليوم مشكورين لأخوة والأخوات في مجلس النواب وعلى أنه القرض إذا كان لفرد 21 مليون وإذا كان لشخصين ثلاثين مليون وإذا كان لربعة أشخاص فخمسين مليون فإحنا رايحين في هذه الأربعمائة مليار هالمرة هذه القروض فقط للقروض المنتجة للمشاريع فأي شاب من قناة الأيام أو من أي عنوان آخر يأتينا بمشروع متكامل سنوفر له عشرين إذا كان لوحده ثلاثين إذا كان معه شريك وخمسين إذا كانوا وأربعة شركات إذن على بركة الله هذا الاتفاق مباشر يعني أمام الناس سيكون إحنا جزء ميسر أمام معاليكم نكون رابط ما بين الشباب وما بين وزارة العمل الشمال قبل أن نغادر ونذهب إلى فاصل مع الوزير هل الوزير عمله شون اجتماعيا متخوف من التغيير الوزاري لا أبدا التغيير الوزاري في حقيقته هو عامل دفع نحو الأحسن بالتأكيد كل السادة والسيدات الوزراء يعملون بكل ما يستطيعون حتى يكون تقييمهم حينما نصل إلى التقييم الوزاري يكون التقييم تقييما ناجحا وأنا بصفتي وزيرا للعمل أعمل بكل ما أستطيع وأعتقد أنني يقولون حرام لا تصير من السلطة لا تخاف بالعكس التغيير الوزاري المتوقع هو عامل إيجابي للدفع باتجاه جميع الوزراء للنجاح وإن شاء الله كل وزراء الحكومة إلى 23 ناشحين وما يحتاج نسوي تغيير إن شاء الله ما أتوقعك في تغيير كل واحد هو بعده وقدراته العاملية هو تغيير مهني لو تغيير سياسي طبعا طبعا وفقا لتقييم إحنا الآن يوم الثلاثاء الماضي صوتنا على عفاء عدد من المدراء العامين وكانت تقييم تقييما مهنيا لجنة تقييم الوزير ودائرة التحقيقات والوقاية في دائرتين من النزاهة والرقابة المالية ومكتب رئيس وزراء والأمان العام من المدرس وزراء فهيئة تقييم اللجنة متكاملة تقييم المهنية الوزراء كذلك كما هم الوكلاء والمستشارين والمحافظين سيقيمون تقييم المهنين وهناك اللجن مسؤول عن هذا التقييم بالتأكيد أحسنتم حتى نغادر هذا الملف الوزارة ونغبت تجاه ملف السياسي كونك التأضو في الإطار التنسيقي مع الوزير مشاهديني الكرام بعد الفاصل نتوجه بالأسئلة السياسية لوزير العام وشو الاجتماعي بعد الفاصل اشتركوا في القناة هذه عودة مرة أخرى مشاهديني الكرام مع برنامج لقاء خاص ووزير العمل وشو الاجتماعي أستاذ أحمد الأسئل أستاذ أحمد كونك عضو في الإطار التنسيقي يقال بأن الموازنة عليها لغة كثير وبعض الكثل حولت لأموضة التزاز شنو الصح؟ يعني هي تدري الموازنة هذه الموازنة عام 2023 فيها قضيتين لأول مرة تحدث الأمر الأول لأول مرة تكون موازنة ثلاثية لثلاث سنوات طيلة العقدين الماضين كانت الموازنة أما تأتي موازنة لعام واحد أو ماكو حتى ما السنة ماكو عندنا 2014 عندنا 2020 عندنا 2020 بدون موازنة بالله هذه المرة الحكومة ورئيسها عازمون على تمرير موازنة ثلاث سنوات وطبعا هذا الملف نوقشه كثيرا نوقشه في إطار التنسيقي ونوقشه في ائتلاف دارة الدولة ثم نوقشه في مجلس الوزراء وصولا إلى التصويت عليه فهذه أول قضية قضية ثلاث سنوات لازالت قضية جدلية أيضا قضية العجز لأول مرة يكون العجز حوالي 64.5 رليون وهو عجز كبير لذلك حديث وضغوطات تتعلق بهذه الأمرين نحن كحكومة بأنه المشروع الموازنة هو مشروعنا والحكومة إيدها ورجلها كما يقال وأدواتها للعمل هي الموازنة فموازنة في الثلاث سنوات الحقيقة عملنا على تنضيجها لقناعتنا التامة أننا بحاجة إلى هكذا موازنة حتى نتخلص من كل سنة ثلاثة شهر وأربعة شهر وأشكاليات تتوقف مصالح الناس تتوقف المشاريع الاستثمارية وبالتالي تتوقف كل مصالح البلد في الحقيقة هذا واحد والمتغيرات المتغيرات نحن قلنا من صوتنا قلنا موازنة لمدة ثلاث سنوات ولكن قدمنا جداول لعام 2023 فقط وقلنا لوزير المالية ووزير التخطيط بموافقة مجلس الوزراء وتصويت مجلس النواط إجراء التغيرات اللازمة على الموازنة في كل عام من الأعوام التال وعليه كل جدول عام 24 سيكون له جدول مختلف وعام 25 سيكون له جدول مختلف يبنى على أساس الظروف الموضوعية كم هو سعر النفوط كم هو سعر الدولار ما هي الظروف الاقتصادية التي يعيشها بلد بالتأكيد هذه كلها ستأخذ بعين الاعتبار ولكن المشاريع المستمرة لن تتوقف نحن هذا الأمر الذي مل منه الناس معالجات غير موضوعية وملتهم الناس وبالتالي نحن ممقدمين موازنة ثلاث سنوات ونالك من يقول أن الرئيس والحكومته يقدموا موازنة ثلاث سنوات بعد حتى ما يحتاجون الفتلة السياسية وبعد حتى ما يحتاجون مجلس النواط بعد ما يستعد شغل يعني قادة الإطار ما تتخوف من سيد السودان بأنه ممكن بعد الموازنة بعد ثلاث سنوات بعد ما يمكن حتى يرجعهم السيد السوداني هو رئيس وزراء الإطار وهو يحضر معنا في كل اجتماع من اجتماعات الإطار هذا أولا ثانيا إذا تغير السيد السوداني بعد تعديل الموازنة وتمرير الموازنة وقلب لهم كما يقال ظهر المجن وهذا أمر مستبعد جدا مهم نفسهم الإطار موجودين نفس كتلهم بعد قرار الموازنة ما راح يختفون النواب ولا راح الكتل تتخلى عن النواب هستبقى لديها نفس القدرة السياسية على التأثير من خلال مجلس النواب ممكن سحب الثقة وبالتالي الحكومة سنتها أو إضعافها هو مجلس النواب فإذا هذا التخوف هذه الإشاعات هذه القاوية أو التحليلات خلي نسميها أعتقد أنها لا ترتكز على قاعدة صلبة القاعدة الصلبة أن السوداني يصرح بنفسه دائما أنا رئيس وزراء الإطار كمرحلة أولى وأنا رئيس الوزراء الذي أنتجه تحالف إدارة الدولة كما حال ثاني وبالتالي هو ملتزم مع الإطار كما هو ملتزم بالاتفاق السياسي مع إطلاف إدارة الدولة والوزراء الـ 23 ما أطمعش من عدهم وزراء الإطار بس وزراء الإطار يسحب وزراء كافة سوط الحظوم وعليه التخوف غير مبرر من هذه الناحية أما الأسباب الموجبة للتصويت على ثلاث سنوات ذكرت لك بعض الأسباب وهناك أسباب كثيرة منطقية حتى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ سنوات يطالبون العراق بين يحدد موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات إلى خمس سنوات حتى يتنفس الاقتصاد وتتحرك عجلة الإعمار في الدولة أيهما صاح أستاذ أحمد نقول حكومة الإطار لحكومة إطلاف دولة حتى إذا أخفقت راح إطلاف الدولة يقول حكومة الإطار وإذا نجحت هي كحكومة الحكومة حكومة إطلاف دارة الدولة ورئيس الوزراء هو مرشح الإطار التنسيقي نعم وبالتالي هي تضامنية بين الإطار وبين إطلاف دارة الدولة إدارة الدولة غير مسؤولة عن الترشيح الإطار هو من رشح السيد السوداني وبالتالي رئيس الحكومة هو مرشح الإطار التنسيقي أما الحكومة فهي حكومة إطلاف دارة الدولة مخرجات الحكومة التي تشكلت بناء على اتفاق سياسي ضمن في منهاج الوزاري وصوت عليه الائتلاف من خلال النواب في مجلس النواب يعني هس الجمهور لا سامح الله ان فشلت الحكومة يقول الاطار التنسيق ادارة الدولة والاطار التنسيق ادارة الدولة والاطار التنسيق ما هو مصير الانتخابات الانتخابات احنا كمنهاج وزاري علمنا في منهاج الوزاري ان نذهبون الانتخابات بعد سنة من تشكيل الحكومة المحلية قصنا محلية وأكد مرة أخرى وان هذه الحكومة استطيع ان اقول انها الحكومة الاولى التي تلتزم بالمنهاج الوزاري وبرنامجها الحكومي كنا نشاهد في كل اربع سنوات يخرج رئيس الوزراء ويقرأ منهاج وزاري وبرنامج الحكومي في مجلس النواب لكن بعد ما تطلع الحكومة من مجلس النواب يكون فراق بينها وبين المنهاج الوزاري هذا ظروف أسباب مريض حاكم لكن اتحدث عن حكومتنا والسيد رئيس الوزراء التزم بمنهاجه الوزاري والتزم ببرنامجه الحكومي حتى أن وثيقة الاتفاق السياسي كنا لك نسب ماوية للإنجاز وثيقة الاتفاق التي تحولت إلى منهاج وزاري إلى منهاج وزاري كنا لك نسب الاتفاق تم إنجاز ما يقارب الـ 41% منها وبالتالي انجاز 41% منهاج الوزاري نعم ولازمنا ملتزمين به وعليه الحكومة تسير بخطة حثيفة نحو النجاح نحو إعادة الأمل إلى الناس نحو إعادة ثقة ثقة الناس بالعملية السياسية بالحكومة بالدولة بمخرجات النظام الديمقراطي الذين نحن جزء منهم إذا نرجع موضوع كل شيء مهم دائما عفوا أرجع للانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات نحن ناقشنا هذا الأمر في الاجتماع الماضي يوم الاثنين الماضي اجتماع دارة الدولة يوم واحد خمسة ناقشنا بشكل مستفيد المفاوضية وقانون والانتخابات بعد أنه قرر قانون الانتخابات وحدد يوم الانتخابات الـ 20-12 ناقشنا موضوعات المفاوضية ووصلنا إلى نتيجة أن الذهاب إلى تغيير المفاوضية تغييرا كليا يعني عدم إجراء الانتخابات فنيا وبالتالي اضطررنا لأجل التزامنا بمنهاجنا الوزاري وإعلاننا الذي أعلنناه أن الانتخابات ستتجري خلال سنة اضطررنا وإتلاف دارة الدولة من مجمله وافق على أن يقبل بالتغيير الجزئي بعد أن استقال رئيس المفاوضية أصبحت غيرا جزئيا فصوت إتلاف دارة الدولة على أن يكون آخر موعد لإجراء الانتخابات هو 20-12-2023 ربما تتقدم لسبوع 10 أيام لكن لن تتأخذ ولا يوم واحد وعلى هذا الأساس يوم الثاني قرر الإتلاف يوم الثلاثة إتلاف دارة الدولة من خلال حكومته صوت على تمويد المفاوضية 150 مليار بينار لغرض البدء بعمليات المفاوضية تحتاج لها 6 إلى 17 شهر لغرض تمام عملياته المفاوضية قالت أنه إلى الآن إلى حد بعد 10 أيام الوقت يسعنا لـ 20-12 ذات أخرنا أكثر من 10 أيام مطيتون نحن في اليوم الثاني صرفنا لهم ومولناهم بما يحتاجون إليه وبالتالي الانتخابات قائمة يوم 20-12 هو يوم موعد الانتخابات المحلية انتخابات مجالس المحافظة أكون في النية تغيير مدراء عامي بالمفاوضية؟ يعني التفاصيل للإجراءات التفصيلية الإدارية داخل المفاوضية أعتقد صعب التلاعب بها تبقى الرأسة هي أما فيما يتعلق بالمدراء العامية فسيخضعون للتقييم كما خضع المدراء العامون المجوينة جمع الوزارات وسيخضع المدراء العامية في الهيئات وفي المحافظات وبالتالي هي هيئة مستقلة وعليه سيخضع مدراءها العامون للتقييم تقييم فني ليس تقييما سياسيا ومن يكون غير كفوق بالمنصب وفق التقييم الفني بالتأكيد سيستبعد قادة الإطار جمعتهم الشدة نقول في ظرف تشرين وبشاكل العراق وذهب العراق باتجاه شيء غير معلوم عوجة نظر قادة الإطار لكن شاءت الصدف عن الشكل إطار التنسيقي وخاضوا هذا التحدي يشكلوا الحكومة بعد أن نسحب التائر الصدري هل هذا له وقت محدد ومن ثم يتهشم هذا العقد ما بين قادة الإطار هناك مصالح كبيرة مدراء عامين وهيئات وكلاء ممكن يسبب إشكالية بينهم لا هناك هذا الحديث الشارع يقول هناك إشكاليات مثل ما بين سيد المالكي وسيد السوداني وما بين الشيخ الخزعلي وأيضاً سيد المالكي هذه الأحديث له صحة أم لا؟ كيف الإطار التنسيقي الآن هو في عامه الثالث هو تشكل في آخر عام 2020 أكتوبر 2020 وطيلة ما يقارب الثلاث سنوات الماضية كان الإطار التنسيقي متماسكاً حتى أن أشد فترة مرت علينا كان متماسكاً؟ طيلة ثلاث سنوات الماضية كان متماسكاً مسأتيك إلى النتيجة أقول طيلة ثلاث سنوات الماضية كان الإطار التنسيقي متماسكاً وفي أشد فترات الأزمة السياسية بعد انتخابات 21 وتعرض الإطار التنسيقي بعض أطراف الإطار إلى ضغوط شديدة وكبيرة ولكنه استمر متماسكاً باعتقاد جميع قادة الإطار أن قوتهم بوحدتهم وأن المحافظة على وحدة الإطار تتقدم على كثير من المصالح الأخرى يعني وحدة الإطار مقدمة حتى على تشكيل حكومة لذلك كنا نؤخر تشكيل الحكومة ونؤخر الاتفاق مع الأطراف الأخرى لأن احتمالية التشكيل كانت قد تؤدي إلى تشغل الإطار أو الإضرار به فكانت مصلحة وحدة الإطار مقدمة مقدمة على كل وإلى اليوم لا زال الإطار بجميع قياداته يعتقد اعتقاداً جازماً أن وحدة الإطار مقدمة على أي مصلحة أخرى وحدة الإطار أولاً ثم تأتي بعدها جميع المصالح لأن الإطار إذا استمر موحداً سيستمر بدعم حكومته بترشيد أداء الحكومة إذا احتاجت إلى ترشيد وبالوقوف مع هذه الحكومة ودعمها وفي نفس الوقت إعادة الثقة مرة أخرى بين جماهير الإطار وبين القوة المشكلة للإطار التنسيط أما الأحاديث عن خلافات هنا وخلافات هناك أولاً إذا أردت أن تعمل بلا مشاكل فذهب إلى المقابر وعمل مع الموتى حينما نختلف اختلافات جزئية هذا يعني أننا أحياء أن لدينا حركة ديناميكية نختلف نحن مجاين قالب واحد وجميعاً لدينا رؤية واحدة نختلف كل واحد عند وجهة نظر لكن نجتمع بعد نهاية الساعتين من اجتماعنا نخرج بقراراً واحداً متفقاً عليه جميل كثير من قادة الإطار ولبعض منهم المقاومة تنتمي إلى هذا الفصائل المقاومة تلك الفصائل المقاومة أثبته موضوعات السفيرة الأمريكية عقبت تشكيل الحكومة كان حديث بكل تواصل الاجتماع وأيضاً بالفضائيات شنو اللي تغير بعد تشكيل الحكومة وخلته السفيرة براحتها تزور وزارات وتكتب تغريدات تقول بأنه أنا ناقشت مع الوزير الفلاني مع الرئيس الفلاني شؤون الدولة العراقية ذات السيادة كما تتحدثون مع الوزير شنو اللي تغير لا هي لم تستأذنها سابقاً حتى تستأذنها حالياً هي سفيرة تعمل بجداتها المكلفة بها من وزارة الخارجية الأمريكية بالتأكيد لكن على مستوى الإدارة كل السفراء الدول سواء كانت الدول الكبرى أو الدول الصغيرة أو المتوسطة بالتأكيد هناك بروتفولات تحكمها لعلاقات تقررها وزارة الخارجية لجميع السفراء حدود يجب أن لا يتجاوزوها وأي سفيرة تجاوز هذه الحدود على وزارة الخارجية تنبيهة تحذيرها الحديث معه أكيد هناك مستويات من ردود الفعل المبنية على التجاوزات القانونية أما الأمر الطبيعي حينما تلتقي يلتقي أي سفير بأي مسؤول عراقي في هذه الحكومة صدر قرار من مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ووصل إلى جميع الوزراء لا يحق لأي وزير أن يلتقي بسفير أي دولة إلا بإعلام وزارة الخارجية وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية وعليه في أي لقاء يجري دون إبلاغ وزارة الخارجية وموافقته وحضور ممثل عن وزارة الخارجية يعتبر خارج السياقات القانونية وعليه على وزارة الخارجية لاتخاذ مواقف واتخاذ إجراءاتنا حتى السفير الأمريكية؟ لا يجري استثناء سفير من السفرة السفير الأمريكية حالها حالي سفير الصومالي أو كسيف الصومالي لا ما توتع سفير دولة يعني سفير دولة يفترض منه يفترض وأي دولة دولة عظمى نعم صحيح وروسيا دولة عظمى وفرنسا دولة كبرى وبريطانيا دولة كبرى وإيران دولة كبرى والشعودية دولة كبرى وكثير من الألمانيا دولة كبرى تالي الحقوق محفوظة وفق الأطور الدبلوماسية والقوانين الدولية التي تحكم جميع التعاملات الدبلوماسية جيد في محور أخير لنشر المخرج بين وقت البرنامج نفد وأدي بصراحة كثير من السئلة مرة أخرى إن شاء الله إن شاء الله أكيد لنا شرف تعرف صدري اشتقرأ أنت هذا المشهد أنا مخلص الوقت لا 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 ضروري هذا جدا ضروري هذا السؤال الكثير يتساءل وكثير ينتظر هذا السؤال خاصة من قادة الإطار أنت اشتقرأ سيد أحمد هذا المشهد لإستراحة مقاتل بالنسبة للتيار صدري وهناك جولة أخرى يعني أولا صعوبة قراءة المشهد التياري إذا صح التعبير المشهد التياري أو الحراكة الحراكة التيار الصدري أحيانا حتى على قيادة التيار بعض قادة التيار الميدانيين أرصد غير قادرين على التنبؤ بالحراكة التياري لأنه هذا التيار يتميز أن له قيادة واحدة وقيادة تحضر طاعة من جميع الأتباع وعليه فلا نستطيع أن نحلل لأن أحيانا تحليلات تخرج بشكل خاطئ وانطبعات غير صحيحة لكنني أقول شيئا واحدا إجابة على هذا السؤال أن التيار الصدري سيبقى حاضرا في الواقع الاجتماعي العراقي سواء اعتزل السياسة لم يشترك بالانتخابات سحب نوابة اشترك بالانتخابات أي قرار يأخذ التيار الصدري سيبقى لديه جماهيرية واسعة ولديه حضور اجتماعي وهو شريك أساسي في الواقع الاجتماعي وفي الواقع السياسي حاولت التواصل مع التيار؟ يعني بعد الأشهر الأخيرة بعد تشكيل الحكومة هو التيار هو من يقرر التواصل حالته أو عدم التواصل شكرا جزيلا مع الوزير الأستاذ أحمد الأسدي على أولا تحت هذه الفرصة شكرا وشكرا مرة أخرى وإن شاء الله تمنى نتعامل بعد لقاءة أخرى نفتح بعد ستة أشهر السنة عندك مال السنة رح نشوف إنجازات حقيقية في وزارة العمل من إذن الله تعالى شكرا جزيلا شكرا جزيلا للمشاهدة أكرام في ختام الحلقة قبل وتحير كادر البرنامج في أمان الله اشتركوا في القناة